موسيقى PIC Micro Controller PIC Micro Controller هو احد اشهر انواع المايكرو كنترولرز PIC كاختصار هي اختصار ل Programable Interface Controller من ميزاته بدعم Harvard Architecture بمعنى اخر الداتا والكود بيكونوا مكتبين على ميموريز منفصيلات عن بعض وبالتالي رح يساعدنا في باكيد بدعم باكيد كمان ال PIC بتوفرنا ديفايس او بورتس معينة بتكون موجودة عليها بتساعدنا في التواصل مع الكمبيوتر مثلا زي ال UART بتستخدمه حتى نبرمج المايكرو كنترولر انا بحاجة انقل الدياتا بين الكمبيوتر وال PIC المنفذ UART بيساعدني حتى اتواصل مع الكمبيوتر بشبكه بشكل مباشر من خلال Select بسموها كمان Preferals يعني عبارة عن ديفايس جانبية بتساعد في برمجة ال PICs البروغرامنج بتم من خلال طريقتنا ممكن انا استخدم الاسمبلي لانجوج وهذا الاشي اللي رح نتمده في هاي الفيديوهات رح نستخدم الاسمبلي لانجوج او من خلال الهاي ليفل لانجوجز such as C انا ممكن استخدم رغة C في برمجة المايكرو كنترولر او ال PIC مايكرو كنترولر من اشهر انواع ال PIC مايكرو كنترولر ال PIC اللي رقمه 16F84A شو ميزاته شو ميزاته و ليش احنا متستخدمه لانه بيوفرنا اول اشي بيوفرنا 35 instructions فقط 35 instructions فقط سهلات زي مثلا كيف تعمل Add Extract وغيرها من ال instructions و هنتعرف عليها كامليا تقريبا في الفيديوهات القادمة فعندك كمان حجم الرام اللي او او حجم الميموري اللي بنقدر نبرمجها هي عبارة عن 1 كيلو او 1024 words الwords هون مقصود فيها 14 bit 14 bit اللي هي حجم ال Instruction رحنتعرف عليها نوع نوع الميموري اللي نستخدمها في البروغرامنج هي ال Flash memory وبنقدر نبرمجها حوالي 10 تلاف مرر نعمل عليها يا raise and write 10 تلاف مره هذا الرقم فعنيا كبير جدا يعني يكاد يكون انفينيتي حجم ال Instruction او عرض ال Instruction عبارة عن 14 bit شو يعني 14 bit مثلا لو كان انا عندي Add LW5 رح نخدها رح نخدها هاي بالتفصيل لاحقا فعليا الميكرو كنترولر ما بفهم ال Add LW5 رح يحولها ل Machine Code رح حولها ل Machine Code ويخزنها في الميموري حجم ال Machine Code ويقعد عبارة عن 14 bit دائما 14 bit ثابتة لأي Instruction من Instructions اللي بيوفرنا إياها PIC ال Data ال Data بيكون عرضها عبارة عن 8 bit فقط 8 bit بتخزن في الرام 8 bit بنخزنها في الرام من ال Data كمان بيوفر لنا 15 special functions Special functions هاي مختلفة عن ال Instructions اللي نتعامل معها فرح نتعرف عليها تقريبا كاملة 15 special functions بيوفر لك كمان Stack Stack صغيرة عبارة عن 8 level stack هاي الاستاك تستخدم لتخزين program counter رح نتعرف عليها بالتفصيل لاحقا ورح نحكي عن architecture كيف رح نستفيد من الاستاك ونخزن فيها program counter بالتفصيل بيوفر لك كمان 13 input output bins عبارة عن bins input output devices ممكن نشمكها معها مثلا لو بدي اشبك LED و اوصله على المايكرو كنترولر انا ممكن استخدم واحد من هاي البنز و اشبك عليه الليد ممكن اضويه و اطفيه من خلال المايكرو كنترولر ممكن انا استخدم button معين الزر اشبكه على المايكرو كنترولر و اقرأ من خلال هذا الزر ممكن انا احط اشبك مع المايكرو كنترولر عبارة عن screen صغيرة شاشة صغيرة رح نتعرف عليها بالتفصيل ان شاء الله لاحقا كيف رح نعمل هذا الاشي كمان بيوفرنا high current sync and source يعني بيعطينا current عالي وباستقبل كمان current عالي بدون ما يصير له اي مشاكل لانه احيانا بعض السيركسة متستقبل current عالي ممكن انه تنحرق او تخرب بصير فيها short الpec بتحمل high current كمان بيحتاج ل low power حتى يشتغل بيوفرنا high speed technology و بيوفرنا 20 ميجا هردز clock و فعليا هاي سرعة عالية بالنسبة للمايكرو كنترولر سرعة ممتازة جدا ترجمة نانسي قنقر